من إنفو لايف تيفي من القدس معكم عناب حلبي لأهم العنوين قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إيران أطلقت أمس أول ساروخ قادر على حمل قمر استناع للاتصالات مصنوع محليا إلى الفضاء ونقلت عن بيان للقوات المسلحة قوله أن إيران أطلقت الأحد الساروخ سفير الخاص بحمل الأخمار الاستناعية وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض الأحد أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بعد إعلان إيران أنها أطلقت بنجاح ساروخا يحمل قمر استناعيا تجريبيا رحب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض موافقة إسرائيل أمس على قرار إطلاق صراح ما يقارب 200 من السجناء الفلسطينيين كدعم للسلطة الفلسطينية ولكنه قال أن على إسرائيل الإفراج عن باقي السجناء في السجون الإسرائيلية وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قد قرر إطلاق صراح مجموعة من السجناء الفلسطينيين عقب اجتماعه بعباس مطلع الشهر الحالي الأزمة الداخلية والانتخابات القريبة للعاسة حزب كديمة حولت جلسة الحكومة الإسرائيلية يوم أمس لتراشق الاتهامات ولم يتوانى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت عن الدفاع عن غريمته وزيرة الخارجية سيبي ليفني لكي يوجه اتهامات لوزير الأمن إيهود باراك والدفاع عن قرار 1701 الذي تفخرت به ليفني 11 عاما مضت على الاختفاء الغامض لقاي خيفر وهو جندي من سلاح المدفعية في عداد المفقودين بعد خروجه من قاعدة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في مرتفعة الجولان وفقدت أثاره في السابع عشر من آب 1997 رفضت وكالانت السفر إلى استرداد ثمن تذاكر الطائرات أو الرحل الجماعية إلى جورجيا التي كانت ألغيت بسبب الحرب هناك وقد تقدمت شكاوي أمس إلى مجلس المستهلكين في إسرائيل شكرا لمشاهداتكم إنفو لايف تيفي وطابة أوقاتكم